نفزناها مع بعض وتطرقنا وشرحنا ووضحنا الأجزاء النظرية اللي خاصة بيها وفي نفس الوقت تطرقنا ونفزنا مع بعض عمليا التدريبات والأنشطة وحلينا مع بعض التكليفات اللي كنا بناخدها تفكروا فيها وتحاولوا تحلوها وكنا بنيجي نطبقها بالجزء العملي على تطبيق ميكروسوفت اكسد مباشرة يبقى احنا ان شاء الله الحلقة دية بنتابع مع بعض شرح الجزء الخاص او الفصل الخاص بتنسيق اوراق العمل تعالوا بقى مع بعض كده هو نتطرق لمجموعة من الاسئلة اللي هي اختار الاجابة الصحيحة وصحح اذكر مدى صحة العبارة في الجزء معنا النهاردة اذكر مدى صحة العبارات التالية يلا طلبنا طلاب التعليم الفني الشطرين هنجاوب مع بعض هذه الاسئلة اول سؤال بيقول لنا ايه تستخدم الايكونة ومديني شكل الايكونة اللي انا بشاول لكم عليها بالماوس دية اللي هي عبارة عن ارقام عشرية بعض الفصلة اه وشكل الايكونة فيها سهم متجه الى جهة اليسار والسؤال بيقول لي تستخدم الايكونة دية في الشكل اللي شرحناه لزيادة المنازل العشرية طب تعالوا كده نفتكر مع بعض الجزئية اللي خاصة بالمنازل العشرية افكركم بيها علشان نعرف نجاوب الفقرة دي مش احنا اه شرحنا في الدرس اللي فات مع بعض ان انا لو عندي رقم هذا الرقم يتكون من جزئين جزء رقم صحيح والجزء الاخر اه ارقام عشرية يفصل بين الرقم الصحيح وبين الا ارقام العشرية فصلة او نقطة زي التنسيق اللي احنا هنختاره لتنسيق الرقم وقلنا ان احنا من خلال المميزات او من خلال التطبيق ميكروسوفت اكسل هو حاطت لنا الميزة دية ان انا ممكن ازود عدد الارقام العشرية بعد الفصلة او ان انا اقللها او ان انا احذفها خالص واضيف الارقام العشرية اكبرها يعني زي ما كنا بناخد في اعدادي وحنا صغيرين شوية وايه اضفها على الرقم الصحيح يبقى دي ميزة موجودة في تطبيق ميكروسوفت اكسل طب هل هذه الايكونة اللي احنا شفناها من شوية على الشاشة اللي فيها السهم متجه لجهة اليسار هل فعلا هذه الايكونة اللي انا لو اخترتها هتقللي عدد المنازل العشرية اللي موجودة في الرقم ده بالطبع العبارة دي صحيحة واحنا قلنا ان من امكانيات برنامج ميكروسوفت اكسل ان هو يزود عدد المنازل العشرية او يقلل عدد المنازل العشرية اللي موجودة في الرقم يبقى نرجع للعبارة بتاعتنا تاني تبقى طب تعالوا نشوف العبارة التانية لتغيير محازات محتويات خلية يجب تحديد الخلية اولا اه اتعودنا مع بعض ان احنا قبل ما بنبتدي اه نقول اذا كانت العبارة دي صحيحة او غير صحيحة ان احنا بنتذكر مع بعض اه بعض المهارات اللي احنا خدناها الخاصة بهذه العبارة لان احنا الهدف وان احنا بنرجع مع بعض ان احنا نحل العبارة وفي نفس الوقت على قدر اه الوقت اللي موجود معانا ان احنا نرجع مراجعة سريعة على الجزئية اللي خاصة بهذه العبارة يبقى احنا قلنا عشان نغير محازات محتويات خلية تهالوا نفتكر كده هي محازات الخلية دي خدنا فيها ايه اه بروفو عليكم خدنا محازات اليمين خدنا محازات اليسار خدنا توصيد طب اليمين واليسار والتوسيد ده لايه بالزبط للمحتويات اللي داخل الخلية المدخلات البيانات ايا كانت المدخل اللي انا دخلته جوه الخلية انا بقدر اتحكم في التنسيق بتاعه اجيبه جهة اليمين اجيبه جهة اليسار اعمله توصيد على حسب ما بيقتضي تنسيق المستند او ورقة العمل او الورك بوك اللي انا شغالة علي واخدنا كمان ان احنا بنعمل التنسيقات دي بعدة طرق مختلفة وشرحناها بما فيه الكفاية في الدرس اللي فات طب نتذكر منها ايه فاكرينا ما قلنا كنترول ور كنترول ور ايه محازات جهة اليمين رايت جاية من رايت طب كنترول ول محازات جهة اليسار اللي هي اول خرف في كلمة طيب التوصيد كنترول وصي ان انا باعمل عملية توصيد لي ايه محتوى الخلية من خلال كنترول وحرف ال اي وما تفرقش معايا اذا كان خرف في دوة كابيتل او سومول طب يا ترى التنسيقات اللي انا بعملها دي بتقتضي ايه اولا عشان انفزها اغلبيتنا بننسى النقطة دية ارجوكم حاولوا ما تنسوهاش وفتكروها كويس قوي لان دي بتأثر على اجابتكم وبيبقى لها دور في ان هي تطلع الاجابة او ما تطلخاش ونقعد احنا محترين قدام الجهاز وقت الامتحان او وقت حل التطبيق واقول ايه ده ده انا اخترت كل حاجة صح انا عملت زي ما انا ذكرت بالزبط هي ليه الكلمة مش عايزة تيجي في النص هي ليه الكلمة مش عايزة تيجي نحية اليسار ليه الكلمة مش عايزة تيجي نحية اليمين يبقى بسبب بسيط جدا ان احنا نسينا نحدد الكلمة اللي احنا بنشتغل عليها مش احنا قلنا اي تنسيق عايزة انفزه على مدخل معين او على بيانات سواء كانت هذه البيانات حروف او ارقام او كلمات او جمل لازم شرط اساسي في البداية ان انا اعمل ايه ان انا احددها احددها يعني انشطها انشطها يعني اظللها يعني اقف عليها بالموس كده يا اما اضغط واسحب كلكة شمال بالموس واسحب يا اما دبلي كلكة عليها تتحدد الكلمة اللي انا عايزة اعمل عليها التنسيق يبقى تعالوا نرجع تاني نشوف العبارة دي موقفها ايه من الصح والخطأ لتغيير محاذاة محتويات خلية يجب تحديد الخلية اولا يبقى العبارة صحيحة للمحاذاة اليسار كنترول وقار احنا لسا قيلين دلوقتي المحاذاة اليسار ايه كنترول وقل يبقى هذه العبارة ايه عبارة خاطئة الصحيح بتاعها كنترول زائد حرف ال ال وزي ما قلتلكم ما تفرقش الحرف من اسمول هيتنفذ الامر عند اتمام التنسيق الشرطي لا يمكن ازالته تعالوا بقى مع بعض كده هو يا شاطرين نفتكر التدريب العملي اللي احنا حلناه مع بعض حلناه مع بعض في الدرس اللي فات وفكركم لما كان فيه تدريب عملي وكنا عايزين نعمل تنسيق شرطي للارقام وقلنا هنختار لون احمر للارقام اللي فوق مثلا ايه المتين ولقينا اننا لما عملت تنسيق شرطي ايه اللي خصل الارقام اللي فوق المتين اتلونت باللون الاخمر وقلنا اننا عندي اختيار في اختيار الالوان يا امه اخليها احمر اخضر اصفر زي ما انا عايزة اللي هو التنسيق الشرطي باللون وممكن كمان اننا اظلل الخلية ذات نفسها مش المدخل فقط اللي داخل الخلية اللي اقدر اتحكم فيه في التنسيق الشرطي لا دا انا كمان ممكن اتحكم في لون تظليل الخلية ذات نفسها افتكرنا انا متأكدة ان انتوا افتكرت طيب اه انا دلوقتي عملت التنسيق الشرطي واخترته اللي هو باللون هو انا ما ينفعش اغيره ازاي مش ممكن طبيق ميكروسوفت اكسل زي ما بيتح لنا امكانية او بيعلمنا مهارة او بنعمل اجراء من خلاله انا ممكن اتراجع على الاجراء ده خلاص انا كان بعمل او بنفز امر معين او عايز احصل على بيانات معينة وحصلت على البيانات دي وعايز ارجع الشيط بتاعي زي ما هو ارجعه تاني في الوضع الاصل بتاعه بالتأكيد وعرفنا ازاي بالخطوات العملية ان احنا ايه نرجع التنسيق العادي بدل التنسيق الشرطي وعايزاكم ترجعوا الحلقة اللي فاتت وتفتكروا ازاي ان احنا عملنا تراجع عن التنسيق الشرطي علشان تفتكروا الخطوات وهي خطوات سهلة وانتو نفسوها معايا في الحلقة اللي فاتت يلا بينا نشوف السؤال اللي بعد يتيح برنامج اكسل امكانية اضافة اعمدة وصفوف ولا يمكن حسفها نلاحظ السؤال ده ان هو مقسوم لشقين الشق الاولاني بيقول لي ايه يتيح برنامج اكسل امكانية اضافة اعمدة تمام طب الشق التاني امكانية اضافة اعمدة وصفوف لغاية صفوف هنا الشق الاول الشق التاني ولا يمكن حسفها ده شبه برضو السؤال اللي قابله اللي هو بيقول لي ايه عند اتمام التنسيق الشرطي اتمامه يبقى ان احنا ايه عملناه يبقى هو مسلم بان ان احنا ممكن نعمل تنسيق شرطي الجزء التاني لا يمكن ازالته واحنا جاوبنا عليه تعالوا نشوف السؤال ده تعالوا مع بعض كده نراجع الجزئية اللي خاصة باضافة اعمدة طب حد بيقول لي انا سمع حد بيقول طب ما احنا اضافنا صفوف برضو برافو عليكم هي الاضافة بتكون للاعمدة وبتكون للصفوف مش بتكون للاعمدة بس طب حد كده شاطر كده يفكرني اسم العمود اللي خدناها في الاول خالص ديه في تطبيق ميكروسوفت اكسل بيبقى متسمي بايه باحرف احنا لا يمكن ننسى ان العمود بيتسمى بالاحرف وان الصف بيتسمى بالارقام لان احنا حتى التطبيقات اللي احنا بنشتغلها مع بعض العملية على تطبيق الاكسل لما بنشتغل على الشيط احنا على طول بيبقى ظاهر عندنا ABCD123 فكده خلاص احنا مش ممكن ان احنا ننسى ان العمود بيتسمى بالحرف وان الصف بيتسمى بالرقام احنا بس بننشط علشان فكده كتير قوي على الدروس اللي احنا اخدناها دي فمش عايزاكم ان انتو تنسوها لان مادة الحاسب القالي دي مادة محتاجة على طول ان احنا نشتغل عليها ونفكر فيها لانها مادة عملية دي مادة عملية فلازم على طول احنا ايه نفتكر المهارات بتاعتها علشان نبقى سهلة علينا عنينا لما تقع نشوف كده على طول التمرين او نشوف الارقام او نشوف الاعمدة خلاص احنا عارفين ده عمود ده صف ايا كان المهارة اللي احنا بنقاديها طيب احنا خدنا ايه بقى على موضوع اضافة الاعمدة والصفوف نفتكر مع بعض اضفنا عمود اضفنا اتنين اضفنا صف اضفنا اتنين حزفنا اعمدة حزفنا صفوف وكان ليها طرق مختلفة وطرق متعددة جدا ان احنا استخدمناها وعايزاكو برضو الحلقة اللي فاتت كانت حلقة غنية جدا بهذه التنسيقات فاللي يحب ان هو يرجع معلومات ويرجع للحلقة اللي فاتت علشان ينشط المعلومات بتاعته اللي خاصة باضافة اعمدة وصفوف لان ده من المهارات الجميلة اللي احنا بنحتاجها بشكل عملي في ان احنا ايه نطبقها في شغلنا باستمرار مش شغلنا بس اللي خاص بالدروس والامتحانات لأ لما نيجي ان شاء الله احنا كخرجين تعليم فني نتعامل مع تطبيق ميكروسوفت اكسل يبقى احنا فاكرين المهارات اللي احنا تعلمناها اثناء الدراسة طيب نرجع للفقرة بتقول لنا ان احنا ممكن نضيف اعمدة او ممكن نضيف صفو في الغاية هنا العبارة صحيحة بنسبة 100% طب لا يمكن ان انا بعد ما ضفتها ان انا احزفها ليه مش ممكن ليه شيء طبيعي جدا ان انا اه لقيت ان انا عندي عمود زيادة وانا بكتب البيانات اكتشفت ان انا العمود ده مش محتاجا كنت عاملاله مدخلات وبعدين المدخلات دي اه احنا مش محتاجينها لان فيه مدخلات تانية تغني عن وجود هذه المدخلات فعايز احزفها بكل سهولة جدا هقول لكم طريقة فكركم كده الطريقة اللي انتو بتحبوها الطريقة اللي بتعملوها على طول ان انا لو عايز احزف عمود بقف على العمود من فوق من عند الحرف بتاعه واضغط كليكة شمال بالموس قبل ما اضغط كليكة شمال اتأكد ان فيه السهم اللي كلنا عارفينه الصغير ده اللي بيظهر لما بقف على حرف العمود اعمل كليك ها كليكة شمال بالموس علشان احدده بعد ما حددته كليكة ايمين على العمود اللي انا محدده هتطلع لي القائمة المختصرة هيقول لي insert الامر insert يعني ادراج اضغط على insert هيديني كذا اختيار يقول لي عايز اضيفي صف ولا عايز اضيفي عمود طب العمود اللي انت عايز اضيفيه ده اضيفيه الى اليمين اضيفيه الى اليسار ابتدي اختار الامر اللي انا عايزة او التنسيق اللي انا عايزة من القائمة المختصرة اضغط عليه كليكة شمال بالموس هلاحظ ان الضفلي عمود جديد يلا ننتقل لي اللي بعده اه نسينا نقول ان العبارة دي تعتبر ايه خاطئة لان بوجود معلومة خاطئة في العبارة معنى كده ان العبارة كلها خاطئة يمكن اجراء التنسيقات ببرنامج الاكسل على النصوص ولا يمكن اجراءها على الارقام اه تعالوا بقى كده نشوف التنسيقات يمكن اجراء التنسيقات على النصوص ولا يمكن اجراءها على الارقام تعالوا بس ايه النشط كده هي التنسيقات ايه هي اه التنسيقات ده احنا عملناها مع بعض كبرنا الخط صغرنا الخط لو نقبلاش نقول الخط علشان التنسيقات دي بننفذها على كل المدخلات سواء كانت مدخلات نصية او غير نصية او رقمية طيب يبقى انا دلوقتي بعد ما حددت المحتوى وعايز اعمل تنسيقات التنسيقات دي ايه هي تكبير تصغير تلوين عمل حدود خط تحت المدخل خط مايل اعمل بوردر اعمل تلوين للخلية ذات نفسها طيب هل انا اعمل تنسيق ده على النصوص بس ولو انا كتبه ارقام مش هينفع نصقة ازاي الكلام ده ده حتى منطقيا كده برنامج ميكروسوفت اكسل مخصص للحسابات والحسابات كلها ارقام فشيء طبيعي جدا ان التنسيقات كمان عملها ايه على الارقام طب حد شطر كده هو مسح صح كده هو ويفاكر اخر حاجة خدناها لسه ايلاها دلوقتي اللي احنا خدناها في تنسيقات الارقام في الدرس اللي فات لسه عاملين عليها صح وغلط اللي هي زيادة المنازل العشرية او تقليل المنازل العشرية مش دي تنسيقات طب الارقام العشرية دي او الارقام الصحيحة دي مش انا بعمل عليها تنسيقات اقبرها اصغرها الوينها احط تحتها خط اخليها اتلك اعمل لها برواز كل التنسيقات دي انا ممكن اعملها على الاتنين على النصوص وعلى الارقام يبقى نرجع للعبارة بتاعتنا تاني ونقراها كويس يعني ممكن اجراء التنسيقات ببرنامج الاجسل على النصوص ولا يمكن اجراءها على الارقام العبارة خاطئة لان نصها في جزء خطأ طيب اتعودنا مع بعض ان احنا لما نتعلم حاجة جديدة او مهارة جديدة ان احنا نسأل نفسنا انا في الشغل بتاعي العملي لما انا خلاص هسيب الامتحانات واسيب المدرسة وخلاص كده وهاجه اشتغل على تطبيق ميكروسوفت اكسل انا هنفذ الحاجات دي في ايه هحتاجها في ايه هحتاجها في ايه طب تعالوا نمسك حاجة صغيرة كده هو ونقولها علشان نعرف ان احنا تملي هنحتاج كل مهارة استخدمناها في تطبيق ميكروسوفت اكسل تعالوا نشوف المهارة اللي احنا تعلمناها اللي احنا قلنا اضافة اعمدة لو انا مثلا بشتغل عندي شيط الحسابات اللي خاصة بمرتبات موظفين انا اتخرجت من المدرسة وروحت ان انا اشتغلت كان في اعلان ان طالبين اه حد بيجيد استخدام برنامج ميكروسوفت اكسل قمت انا فكرت كده قلت اه ده انا التطبيق ده ده انا كان مقرر علي في سنة تانية اه في نص السنة الاولاني وكنت بتعلمه كويس وكنت شطر فيه وكنت بحبه طب اما روح كده هو اشوف البرنامج ده وهقدر اشتغل عليه ازاي وروح تقدمت سيادتك او سيادتك في الوظيفة دية وعملولك اختبار عملولك اختبار ولقوكم ان انتو بتعرفوا تستخدموا برنامج ميكروسوفت اكسل فاشتغلتوا ان انتو مسكين عملية تنفيذ حسابات على شيت اكسل فجيت انت بتعمل ايه او انتو بتعملوا ايه بتكتبوا اسامي الموظفين ومرتباتهم علشان تحسبوا لهم المرتب اللي هياخدوه في اخر كل شهر عملت خانة فيها المسلسل وخانة فيها الاسم وخانة فيها عمود يعني نتكلم بلغة برنامج الاسل عمود فيها المسلسل عمود فيها الاسم عمود تاني فيها المرتب عمود تاني فيها الحوافز عمود تاني فيها الخصومات وايه كتبنا اسامي الموظفين جيت اكتشفت ان فيه اسم من اسامي الموظفين سقط من الكشف او موظف تم تعينه جديد عايز تضيف الاسامي دي اقول لا اما ينفعش انا خلاص عملت الشيط وحطت الاسامي ما ينفعش ان انا اضيف صف عشان اكتب فيه الاسم لأ طبعا طب خلوا بالكم اقولت لكم حاجة سريعة كده هو احنا قلنا هنضيف اسم فالاسم ده هيبقى صف ولا عمود صف عشان اضيف اسم يبقى انا هضيف صف يبقى انا احتاجت ازاي المهارة دي ولا لأ في الجزء العملي اللي خاص بيا يبقى احنا تأكدنا ان كل مهارة بنتعلمها هي مش بس عشان انا بذاكر علشان همتحن لأ علشان كمان انا هطبقها في شغلي بعد كده في بيئة العمل اللي هشتغل بيها طيب اه جه اه مسؤول الحسابات قال لي لأ احنا دلوقتي انت اضيفت خانة للمرتب وخانة للحوافز طب انا عايزك تضيف لي خانة جديدة مثلا مكافأة خاصة لبعض اه العاملين بالمؤسسة هتعمل ايه هنضيف دلوقتي ايه صف والعمود هنضيف عمود رفع عليكم هقوم محددة المكان اللي انا عايزة احط فيه العمود او ازود فيه العمود او اضيف فيه العمود وكليك كايمين وانسرت وابتدي ادرج عمود واكتب في العنوان ايه كلمة علاوة خاصة وابتدي ان انا انزل الارقام اللي جات لي من مسؤول الحسابات يبقى احنا كده اتأكدنا ان كل مهارة بتعلمها في تطبيق ميكروسوفت اكسل انا ان شاء الله هحتاجها في بيئة العمل لما اشتغل بالبرنامج اللي انا اتعلمته طيب النهاردة هنتقل بقى ايه دلوقتي للدرس الجديد اللي هنتعلمه النهاردة وهو تابع تنسيقات اوراق العمل اللي احنا بنتابع حلقاته بقالنا حلقتين او درسين تعالوا معنا هنا هو نشوف الجزئية الجديدة اللي هنتعلمها النهاردة تعديل عرض عمود وارتفاع صف تعديل عرض عمود وارتفاع صف قال لنا عشان نعمل تعديل عرض العمود او ارتفاع الصف هنقف في الخلية اللي فيها العمود اللي انا عايزة اعدل عرضه خلي بالكو العرض تعديل العرض يا اما بيكون بالزيادة او النقص ازود العرض او اقلل العرض ننشط التبويب هوم التبويب هوم اللي كلنا عارفينه واشتغلنا منه تنسيقات كتيرة هلاقي مجموعة اسمها سيلز هلاقي فيها الامر فورمات اختار منه ايه كولوم ويد كولوم ويد يعني عرض عمود يبقى اول حاجة هقف الخلية خلية في العمود اللي انا عايزة اعدل عرضه وكون متأكدة ان انا فتحة التبويب هوم اتنقل للمجموعة اللي هي سيلز من بعد سيلز اختار فورمات اول موصل لفورمات هلاقي كولوم ويد افتحها واكتب العرض اللي انا عايزاه وهنشوف ده عملي بس احنا متعودين ان احنا بنشرح المهارة نظري الاول وبعد كده هو انطبقها عملي بعد ما كتبت العرض اللي انا عايزاه زي كل امر بنفزه لازم في اخر الامر ادوس اوكي طب ده بالنسبة لايه عرض العمود طب بالنسبة الارتفاع الصف نفس الخطوات هي هي ان انا هقف في الخلية داخل الصف من المجموعة سيلز اختار الامر فورمات بدل ما اختار كولوم ويد هاختار رو هاي ارتفاع الصف واخر حاجة بضغط اوكي تعالوا معنا نشوف الجزء العملي هنطبقه ازاي ادي انا معايا اهو تدريب انا كتبالكم اه تدريب الصف الكود السعر الوحدة ادي العمود ايه الصف كليك اشمال بالموز حددته زي ما انتو شايفين كده هو اه وقفت عليه لغاية ما علامة السهم جد واتأكد ان انا في التبويب هوم زي ما قلتلكم شايفين اهو المجموعة سيلة اهية فتحت فورمات اهية رو هاي اهو انا مش عايزة رو هاي انا عايزة ايه كولوم ويد دست كولوم ويد اتفتح لي نافذة اه بيطلب مني ان انا اكتب رقم العرض اللي انا عايزةه كولوم ويد هو مكتوب رقم بمسحه اهو بالشكل ده لو انا عايزة اخلي العرض هكبره شوية عشان نشوفه خلي خمستاشر واقوم ضغطة اوكي اللي حصل هبصة لان العمود بتاعي العرض بتاعه هو زاد بالشكل ده اللي احنا شايفينه ده لان انا زودته خليته كام خليته خمستاشر لو انا جيت وقفت على العمود وكليك كايمين شايفين العمود حددته كليك كايمين عليه بالماوس اختار فورمات سيل دي طريقة تانية فورمات سيل هي هي نفسية كولوم ويد تحتيها كولوم ويد على طول بضغط الكولوم ويد تفتحت لي نفس النافذة هي هي وفيها رقم خمستاشر ليه عشان انا اخر عرض العمود خليته خمستاشر ده وست عشرين وضغطه اوكي العمود عرضه زاد معايا نفس النتيجة هي هي الطريقة التالتة ان انا بقف ما بين العمودين لغاية ما شكل الماوس يبقى علامة زاد بالشكل اللي احنا شايفين وده اضغط كليك كايمين بالماوس واسحب يمين العمود عرضه بيقل معايا شايفين لو انا جيت ضغطت تاني وقفت عليها تاني وضغط ما بين العمودين وسحبت جهة اليسار هلاقي ان عرض العمود بيزيد معايا بالشكل اللي انا شايفا ده يبقى احنا قلنا 3 طرق معانا لزيادة عرض العمود تعالوا بقى مع بعض نستنتج ايه من اللي احنا اتعلمناه دو ان عرض العمود معايا عرض العمود ممكن ان انا انفذ العرض في التمرين الرقم اللي موجود عندي في التمرين لعرض العمود سواء قال لي مثلا عرضه 10 عرضه 15 عرضه 20 ايا كان مش هيفرق الرقم اللي هو طلبه المهمة الطريقة اللي انا انفذها انفذها صح يبقى عندي كذا طريقة ان انا ازود بيها عرض العمود قلنا اول طريقة ان انا بحدد العمود اللي انا عايز ازود عرضه وعرفنا ازاي نحدده بقف على رقم بقف على الحرف اللي خاص بالعمود ولغاية مشاكل الموس يبقى سهم صغير لونه غامق ابتدي اضغط كليكة شمال بالموس يتحدد العمود كله بعد ما احدد العمود اتأكد ان انا فتحة تبويب هوم ومن المجموعة سيلز ايه اللي اختار منها ايه اختار منها فورمات ومن فورمات اختار كل موايد هيتفتح لي نافذة اكتب الرقم العرض اللي انا عايزاه واضغط اوكي دي كانت اول طريقة تاني طريقة ايه هي ان انا احدد العمود بنفس الطريقة وكليك شمال بالموس واختار ايه كولوم وايد هيتفتح لي نفس النافذة اكتب الرقم العرض وادوس اوكي تالت طريقة دي بقى اللي كلكم بتحبوها وبتحبوا تستخدموها ان انا بمسك الموس واقف اقف على الخط الفاصل ما بين العمودين منهم العمود اللي انا عايزة ازود عرضه لغاية مشاكل الموس باعلامة زائد اضغط كليك شمال بالموس اسحب يمين يقل للعرض اسحب شمال يزيد العرض بتاعي تعالوا طيب نكمل نشوف احنا هنعمل ايه تاني دلوقتي بالنسبة للصف احنا دلوقتي اشتغلنا للعمود تعالوا بقى نشتغل للصف حددت الصف اهو المجموعة هوم التبويب هوم المجموعة سيلز افتح الفورمير روهاي ادي روهاي اتفتح لي نفس النافذة بس خاصة بالصف مش بالعمود همسح العرض اللي موجود واكتب عرض تلاتين مثلا واقول له اوكي شايفين ارتفاع الصف زاد ازاي شايفين ده ارتفاع الصف العادي ده ارتفاع الصف زاد لما انا زوت الرقم اللي خاص به طريقة تانية هحدد الصف كليك كايمين بالموس اختار روهاي نفس النافذة فتحت اختار او اكتب اه رقم خليته خمسين اهو دست اوكي ادي ارتفاع الصف زاد معايا بالشكل ده طريقة تالتة بقف بين العمودين اهو زي ما انتوا شايفين شكل الموس بقزائد بين الصفين بقف بين الصفين اضغط واسحب اهو ضغط كليك كايمين بالموس اصحب لتحت ارتفاع الصف زاد اصحب لفوق ارتفاع الصف بيحصل له ايه بيقل معايا اه طيب تعالوا معانا بقى اه نشوف احنا دلوقتي ليه هتعلمنا المهارة دية اه اتعلمناها تعالوا نشوف اول مهارة طيب علشان نشرحهم بالتفصيل ليه هتعلمناها العمود بتاعي بزود عرضه ليه بقل العرضه ليه بزود عرضه لما بيكون انا كد بمدخل جوا بيحتاج ان العمود يوسع شوية لان الكلام او المدخل اللي انا مدخلاه اه اسم مثلا العمود على نصين جاي في سطرين يعني المدخل جاي في سطرين في خلية العمود فانا علشان ان اخلي يجي في سطر واحد فعشان كده بوسع عرض العمود او الارقام احيانا الارقام بيتبقى عرض العمود مش مكفي الرقم طويل شوية او لو انا مكبرة الخط شوية درجة الخط فها بصة لقيه مش جاي في كل الخلية فده حل ان انا اوسع عرض العمود طيب بالنسبة للصف ارتفاع الصف ليه بزود ارتفاع الصف بتاعي انا لو عايز ادخل اه مدخل عبارة عن صورة مثلا او عبارة عن شكل هندسي معين اعمل ايه لو انا شايفه جاي مضغوط جوه الخلية الحل ان انا اعلي عرض الصف ارتفاع الصف بعليه شوية ولو انا مثلا عايزة اه الارتفاع في الوضع الطبيعي بتاعه برجع اقلله تاني لغاية ما اوصل للعرض اللي انا عايزة طيب تعالوا معنا نشوف اه الجزئية التانية تجميد عنوين الاعمدة طبعا الكلمة جديدة على ما سمعنا بس هنشرحها مع بعض وان شاء الله اه هتستخدموها كتير ان احنا فعلا احنا كاساتزة بنحتاجها كتير في شغلنا لما بنستخدم تطبيق ميكروسوفت اكسل وانتو كمان هتستخدموها اول حاجة قال لنا علشان تعمل تجميد عنوين الاعمدة ننشط الصف الاول باكمله حدا هيسألني ليه الصف الاول هقول له ان الصف الاول ده اللي بيبقى مكتوب فيه البيان الاساسي البيان الاساسي يعني انا مكون عاملة جدول فيه مثلا اه الصنف لو انا بتتعامل مع اه بيئة عمل بتشتغل فيه بيع اصناف زي مثلا اصناف كهربية اصناف غزائية ايا كان بقى المؤسسة اللي انا بعمل لها الحسابات فالصف الاولين اللي بيكون فيه البيانات الاساسي اللي هو المسلسل واسم الصنف وزعر الصنف والخصومات بيبقى ده مكتوب فين في الصف الاول عشان كده قال لنا ننشط الصف الاول باكمله الذي يحتوي بنسميها بها ايه البيانات دي رؤوس الاعمدة المطلوب تجمدها يبقى احنا عملنا اول اجراء تاني اجراء نشط التبويب وانتقلنا هو على تبويب الجزئين اللي فاتت كنا نشطنا التبويب ايه علشان نعمل عرض العمود وارتفاع الصف نشطنا التبويب هوم انما هنا عشان اعمل تجميد نشط التبويب فيو اه بعد ما نشطت التبويب فيو في مجموعة في التبويب فيو اسمها ويندون اه نضغط عليها او ننقر عليها بالسهم عند الاداة فريز فريز بانس فريز جاية اه زي ما انتو جيفت مخوكو دلوقتي بالزبط كده زي ما بنقول باللغة العملمية الفريزر ففريز يعني تجميد فريز بانس نختار اه فريز توب رو تجميد رؤوس ايه الصفوف تجميد رؤوس الصفوف طيب اه تعالوا بقى نعيد الكلام ده كده ونشوف يقصد ايه بالكلام ده زي ما عودناكم تعالوا مع بعض كده نشرح يعني ايه تجميد تجميد ده يعني انا اه صفحة الاكسل اللي عندي على الشاشة بيبقى ليها مساحة معينة انا خطة فوق اه اللي هو الصف اللي فيه الصف اللي فيه الكلمات او البيانات اللي بتدل على ده البيانات اللي تحت يعني انا لو بكتب اه سلع غزائية مسلا تمام كتبت الصنف بعد ما خلصت الشاشة عندي طب هبتدي شاشة جديدة تمام كده هبتدي شاشة جديدة لما بعمل بقاملة الازاحة بنزل بقاملة الازاحة عشان اجيب الشاشة اللي بعديها طبيعي ايه اللي هيحصل انا اتنقلت شاشة فاول صف في الشاشة القديمة هيختفي معايا فهيكون قدامي بيانات انا مش عارفة البيانات دي بيانات ايه هل هي دي خصة بالسعر هل خصة بالقصم هل خصة بالاضافة هل خصة بتغيير الفئة الفئة السعرية الاسعار الجديدة يعني انا مش عارفة السفوف دي رحت فين اختفت طيب مش اختفت هي اه اختفت من الشاشة اللي قدامي لكن هي موجودة في ورقة العمل ما اختفتش منها طب اعرف منين الارقام دي تدل على ايه تعالوا مع بعض نشوف بالتطبيق العملي يعني ايه تجميد ها اه رؤوس الاعمدة تعالوا معنا ادي عندي جبتلكم تمرين اهو عشان يوضح لنا ادي رؤوس العنوين عندي اه مؤسسة بتتعامل بسلع اه ادي قود السلعة وسعرها والكمية بتاعتها ودي الارقام هيك تبتلكم ارقام كتيرة ونزل حتى الشاشة تانية علشان تعرفوا يعني ليه احنا السبب ان احنا بنجمد هذه الرؤوس دي اسمها رؤوس شوفوا انا لما انا عاملة تجميد ليها بصوا انا لما نزلت بصوا لغاية حتى بصوا الصف واحد لغاية عشرة حتى لو نزلت البعض عشرة اهو حددت انا بقى الرؤوس دي تمام كده علشان اعمل لها عملية ايه فريز لان انا هنا لما نزلت حتى للشاشة اللي بعديها كانت دي واضحة الرؤوس دي واضحة عندي قلنا بعد ما حددنا الصف الاولاني هروح عند view والمجموعة windows واختار اهو الاختيار اللي انا قلت عليه اللي هي الفريز لو انا قلت unfreeze لان انا كنت عاملالها تجميد جيت هنا قلت unfreeze بصوا لما نزلت تحت بالسهم رؤوس العناوين راحت فين اختفت طب انا عرف الرقم 900 دي يمثل ايه او الرقم دي يمثل ايه ما هو ما فيش ما يدل فوق هنا على ان ده كود ولا سعر ولا كمية لان انا غيرت الشاشة طب تعالوا بعد ما عملت اقوم فريز نعمل فريز حددت الصف من المجموعة ميو اه فريز بانس زي ما قلت لكم فريز اهو هاختار فريز طب رو فريز طب رو الصف دو ايه اللي حصل شوفوا تعالوا مش هنعرف اللي حصل غير لما ننزل الشاشة الاسفل بص انا وقفة عند العمود او عند الصف 15 ومع ذلك رؤوس عنوين الخلايا موجودة عندي اهي انا عارفة الرقم 98 ده خاص بالسعر عارفة ان الرقم هنا هو دو 45 خاص بالكود يبقى انا قدامي او حتى لما الصفوف هبص هلاقي ايه اللي بيحصل معايا ان اه الرؤوس دية مزالت موجودة عندي ما حصل لهاش عملية اختفاء طيب تعالوا مع بعض كده اقول لكم اه احنا شخصيا كمعلمين بنستفاد من الميزة دية في ايه اه عندنا برنامج الكنترول الكنترول اللي خاص بالدرجات بتاعتكم احنا بنعمله على تطبيق ميكروسوفت اكسل اه طيب لو انا جيت الشيط طبعا بيبقى قدامنا كده عدد طلاب المدرسة وليكن مثلا الف طالب احنا كتبنا الاسامي فوق رؤوس العنوين بيبقى ايه بيبقى درجات المواد بتاعتكم اسامي المواد اللي هنحط عليها الدرجات عربي انجليزي فرنساوي محاسبة اه انجليش حاسب قالي بيبقى ده موجود فين في الصف الاولاني في الشيط بنيجي نكتب الف اسم طب انا لو جيت للاسم الالف وانا مش عاملة تجميد لرؤوس هذه الاعمدة ايه اللي هيحصل انا كده وقفة عند الاسم الالف بصة فوق كده انا شايف درجات طب انا اعرف منين اذا كانت الدرجة دي اول اول عمود ده خاص بالعربي ولا خاص بالانجلش ولا خاص بالحاسب الالي اعرف منين ما انا كده هو هبقى عناية مش جايبة علشان لو انا مش عاملة فريز هتطر ان انا اطلع لاول صف ها اطلع لاول صف في الشيط علشان اشوف اول مادة دي ايه دي عربي طب اعمل ايه برافو عليكم علشان ان انا لو وصلت للاسم الالف وجاية بصك كده في الشاشة في اول عمود هلاقي مكتوب عربي يبقى ده حصل ازاي عشان انا عملت تجميد تجميد لرؤوس ها لرؤوس الاعمدة رؤوس الاعمدة حددت الصف اللي خاص باول ها باول الشيط حددته وعملتله عملية فريز وما ننساش ان عملية الفريز برانس دي بتكون من التبويب ومن المجموعة ويندوز ابتدي ان انا اختار نوع التجميد او نوع الفريز اللي انا عايزة اعمله على الشيط بتاعي تمام ما ننساش لان احنا هنحتاجها كتير في شغلنا زي احنا كمعلمين بنحتاجها بردو كتير في شغلنا تعالوا معايا نشوف المهارة اللي بعدها اخفاء اعمدة او صفوف عشان اخفي عمود او اخفي صف هعمل ايه رجعنا تاني للتبويب هوم من الادا فورمات وبعد كده اختار الامر هايد او ان هايد زي ما انا عايزة اخفاء او اظهار طب الازهار بقى ها الازهار من التبويب هوم برضو الادا فورمات اختار هايد ان هايد ومن الهايد ان هايد والان هايد اختار ان هايد لو انا عايزة اظهره اه تعالوا مع بعض نشوف الجزء العملي ايه رايحة فورمات ومن فورمات هاختار الامر هايد وان هايد اهو هيتفتح لي اه قائمة تانية اختار منها هايد اللي حصل ببص الاقي كده العمود به اللي انا كنت محددة مش لقياه ايه و سي هو راح فين هو اختفى طبعا اشنع رجعوا احدد العمودين ايه و سي من التبويب هوم وام رايحة عند المجموعة سيلز وفورمات وهايد وان هايد وام اختار ان هايد كلهم اللي حصل العمود به رجع مكانه تاني طب تعالوا نشوف لو حبينا نعمل اه المهارة دية او الامر ده على صف معين لو انا جيت صف اهو عشان اوضح لكم بس كتبتلكوا شوية ارقام حددت الصف دوة اللي انا كتبه فيه شوية الارقام دولة كلنا عارفنا خلاص بنحدده ازاي تبويب هوم اه من المجموعة سيلز افتح فورمات هنزل تحت هايد وقول له ايه هايد كلهم ولا رو رو طبعا كلهم رو ايه اللي حصل اختفى الصف اختفى لاقيه واحد اتنين تلاتة مش موجودة اربعة اهي طب اعمل ايه عشان يرجعوا تاني هبتدي احدد الصفوف اللي قابله بالشكل ده اللي بعده من واحد لاربعة برضو اخلي بالي ان انا هوم في التبويب هوم فورمات هايد وانهايد وهرجع اقول له انهايد رو اللي حصل الصف تلاتة هرجع تاني بجميع محتويات وهو وادي اه اتنفذ الامر اللي انا اه حبيت ان انا اخفيه وازهره طب تعال نشوف طريقة تانية انا حددت العمود ايه كليك كايمين عليه واخترت هايد ايه اللي حصل العمود ايه اختفى عايزة ارجعه تاني احدد العمودين بيوسي كليك كايمين واختار انهايد ايه اللي حصل اهو اهو حددت اهو جيت قلت له ايه كليك كايمين وانهايد ايه دي ظهر معايا لو انا اه ضغطت بالماوس على العمود ايه الفاصل بين ايه وبي وسحبت العمود ايه هيرجع معايا تاني لو انا جيت حددت الصف دو صف تلاتة حددته كده كليك عليه بالماوس كليك وبعد كده عملت كليك كايمين وجيت قلت له هايد اللي حصل اختفى الصف وديه طريقة تانية عايزة ارجعه تاني احدد الصفين كليك كايمين واختار من القايمة انهايد اهو ظهر معايا الصف اللي تم اخفيه طب تهله مع بعض كده هو احنا لخص اللي احنا قلناه دو اه انا لما بحب اني اه اخفي صف او عمود واحب ان انا ازهرهم تاني فيه عندي كذا طريقة اول طريقة بان انا بقف احدد العمود اللي انا عايزة اخفيه دو او اعمله هايد وكليك كايمين عليه بالماوس وبعد كده هو اختار ايه هايد هيحصل له عملية اخفاء عايزة رجعه تاني نفس الطريقة التحديد هي هي وكليك كايمين عليه هيظهر لي القايمة المختصرة اختار منها انهايد ده بالنسبة للقايمة المختصرة فيه انتو بتحبوا بقى ايه ان انتو تشتغلوا بالقايمة المختصرة فانا بقول لكم الطريقة اللي انا عارفة ان انتو تملي بتحبوا تستخدموها بس مش معنا كده ان انا معرفش الطرق الباقية لأ لازم اعرف ازاي استخدم الازهار والاخفاء الهايد والانهايد حتى من القايمة المختصرة وهي سهلة جدا من التبويب هوم زي ما قلنا ومن الامر فورمات من سيلز باختار ايه هايد او انهايد وابتدي ان انا انفذ الامر اللي انا عايزي طب انا هحتاج الجزئية دي في بيئة العمل في ايه احيانا وانا بشتغل بيبقى فيه مثلا بعض المنشآت بيحبوا يخطوا السعر الاصلي للسلع قبل ما يضيفوا عليها هامش الربح بيبقى فيه عمود كده او كلهم كده احنا بنكتب عليه ايه السعر الاصلي وبعد كده بيضيف هامش الربح وبيحسب اه السعر اللي هيبيع به طيب اه بعضهم في الحسابات ما بيحبش ان سعر السلع الاصلي ده مثلا يكون ظاهر في الشيط فعلشان كده هو بيكتبه هو ما يقدرش ما يكتبوش لان على اساسه بيحسب هامش الربح بتاعه فبيكتبه ولكن بيعمل ايه للعمود بيعمل له عملية اخفاء علشان المحاسب بس او اليوزر اللي بيستخدم برنامج او طبيق اكسل هو بس اللي يقدر ان هو يشوف العمود ده ده مثال بسيط انا بقوله لكم لكن هي الاخفاء والاظهار دي الهايد والانهايد لها استخدامات كتيرة جدا في بيئة العمل طيب تعالوا مع بعض اه هنشوف هنا برضو اه في جزئية برضو عايزة اقررها لكم لو انا جيت حددت عمود بالشكل ده وجيت قلت العمود ده هيد تمام عشان اظهره احدد العمود والعمود اللي قبله ودي جزئية احبت ان انا اكد عليها علشان اه احيانا في منكم يحدد العمود بس اللي عايز يزيره او واحد بس فيجي يقول لا انا مش عارف مش عايز يظهر معايا لأ حدد العمود اللي قبله او العمود اللي بعده وثلاث كايمين وهيظهر معك او يختفي معك طيب تعالوا بقى ننتقل للجزئية اللي بعديها نقل ونسخ محتويات الخلايا باستخدام التبويب هوم رجعنا تاني للتبويب هوم او باستخدام الكيبورد اللي احنا بنسميه لوحة المفاتيح في عندي تلات قوامر التلات قوامر دولة مش عايزة حد فيكم ينساها لو انتوا عندكم نوطة ملاحظات كده تملي بقول للطلاب كده لو في نوطة ملاحظات بتستخدموها اكتبوا فيها التلات سطور دولة لان دول هتحتاجوهم في جميع التطبيقات ميكروسوفت اللي احنا بنستخدمها اه اول امر كنترول مع حرف الس كنترول مع حرف ال v كنترول مع حرف ال x كنترول مع حرف الس اختصال لكلمة copy حرف الس يعني نسخ كنترول و v لصق كنترول و v لصق كنترول و x كنترول و x قص يبقى كنترول و c هيعمل عملية copy تمام و v هيعمل لصق كنترول و x هيعمل عملية قص طب تعالوا معايا كده احب ان احنا نعرف الفرق ما بين كنترول و x و كنترول و c و كنترول و v كنترول و c هياخد نسخة لكن ايه هيفضل موجود النص هسيب لكم اه كنترول و x كنترول و v تعرفوا ايه الوظيفة بتاعتها والشاطر اللي هيطلع وظيفتها ونقولها مع بعض المرة الجاية طلابي الاعزاء الوقت معكم بيمر بسرعة سعدت بوجودي معكم وسعدت بتواصلكم معنا اه واتمنى ان يكون الدرس دو ان شاء الله كده فيه افادة وحققت المهارات بتاعته و الى اللقاء في خلقة قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة